يا راجل ده الرسول ربنا اصطفاه عارف يعني ايه ربنا اصطفاه الله تبارك وتعالى اصطفى واخد بالك محمد عليه السلام هو يعني صحيح لا نفرق بين احد من رسله احنا انا انا يقيني كده لكن برضو اختيار الرسول لهذا الكتاب بالطريقة اللي اصطفاه الله تبارك وتعالى بها الرسول النبي الامي الرسول النبي الامي من تحت لفوق ولا من فوق لتحت لا من فوق لتحت الرسول النبي الامي الامي يعني اللي مجالوش كتاب قبل كده ولا حتى الاميين كان عندهم كتاب النبي الذي بدأ بالنبوءة ثم بالرسالة هذا الرجل الذي اصطفاه الله تبارك وتعالى عليه السلام ينفع يقول حاجة ربنا كتبها لنفسه وخص بيها نفسه وقال وقال اية مبدعة ولن تجد لسنة الله تبديلة ولن تجد لسنة الله تحويلة يبقى يقدر واحد لو الاية دي مش موجودة يقدر واحد يقول ان ربنا حول له السنة حولها له قال له خليها لك انت مثلا لكن شوف في وجود الاية دي لا تبديل ولا تحويل ازاي يجي الرسول يقول سنتي الناس اللي كتبوا الحديث دا على فكرة انا كاتب الكتاب دا كله في الرسالة بتاعتي في الكتاب يعني ان شاء الله هتبقى كتاب قريب يعني الكتاب انا كاتب كده ان الناس اللي في العصر دا ما صدقوش او ما احتملوش ان احنا نيجي نجذب كذبة فننسب للرسول كلام ما يقبلوش الناس فما قالوه السنتي ولا عتراتي يا رجل دا الرجل اللي بكلمك عليه قال لي ايه الشيعة قالو عتراتي نسكت احنا بقى قلت له لأ طبعا نجذب اتصدر اه طبعا ما هي كده احنا في مات شكورة احنا في مباراة الشيعة قالو الشيعة قالو ما يقولو انا مالي الشيعة يقولوا عتراتي انا ما اقولش سنتي ازاي يعني انت ازاي فانا عايز انا بص فيه ايتين او تلاتة او اربعة انا عايزكو بس عشان خطري النهاردة تعيشوا عليهم شوية تعيشوا عليهم شوية دكتور انا ما ابدأ اقابعك ولكن في حديث تانية عليكم بسنتي وسنة اصحابي من بعدي كل كذب موجود في الكتب التسعة اه موجود ده اللي هي سنتي وسنة الخلفاء الرشيدين المهديين بس صوتك راح دكتور لو جبت واحد في سنة اولى وكذا 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 صوتك راح دكتور لو تعيش من اول الحديث ده بقول لك الحديث ده كل كذب لو جبت واحد في اولى اعدادي او ستة ابتدائي حيقولك ان الحديث ده كذب سنتي وسنة الخلفاء الرشيدين المهديين يا راجل ده الخلافة ما تعملتش غير بعض الرسول كذب في كذب كلها وهم الخلافة ده وهم كذب وهم كذب حتى الرسول ما جبل يعني ما ينفعش يقول كده الحديث مجزوب باين خالص يعني لا بيقول ايه خد بالك الرسول بيقول لنا ايه مش بيقول لنا بقى كتاب الله وسنتي لا بيقول سنتي وسنت الخلفاء الرشيدين المهديين بعدي عرضوا عليها بالنواجز وسيبوا كتاب الله بقى ده كلامي ده كلامي فانا بقول لك معلش النهاردة ارجوكو 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 عيشوا على الايات اللي حد هلك ديها موفق وبقول هلك بيقين اولا عندك تلات ايات متنهم مختلف الا ما قدروا الله حق قدره هتلاقيها مشتركة في التلات ايات اقسم بالله العلي العظيم اللي يسمع للحديث او السيرة ويسكت بس ما قدر الله حق قدره ايه رأيك الايات ايه بقى اكتبوا بعد اذنك اكتب يا موفق والناس تكتب واحد وتسعين الانعام اربعة وسبعين الحج سبعة وستين الزمر نعم قول لي تاني بقى عشان اتأكد انك مظبوط لا انا بدي اطلع لك يا ام هلا رأسا طيب وما قدروا اكتب 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 ما قدروا هيطلع لك التلات نعم يمكن في واحدة بدون في واحدة بدون ايوة ايوة بالزبط كده صحيح الانعام واحد وتسعين ايوة اربعة وسبعين ايوة الزمر سبعة وستين بالزبط كده انا ملتك كده صح نعم عايزين ناخدهم اخدهم عايزين تشتغلوا عليهم وبكرة نتكلم فيهم انا ما عنديش اي منع للي انتو عايزينه لا انا بقول مدام فتحنا مدام فتحنا الموضوع خلينا نعطيه حقه دكتور خاص يلا تفضل اقر واحد وتسعين الانعام وما قدر الله حق قدره قالوا ما انزل الله على بشر من شيء قل من انزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيسة تبدونها وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا انتم ولا اباؤكم قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون حلو قوي اقرى معلش عشان خطري اقرى بقى 74 الحج عشان هتلاقي هتلاقي فيه طبعا يعني ان صح تعبيري انا هتلاقي تناغم بين الايه بين الايات هتلاقي يعني بديع صنيع الله تبارك وتعالى في هذا الكتاب الحق اقرى كده 74 واخدلك التلاتة مع بعض عشان انا ليه هدف في كده ما قدر الله حق قدره ايوه الله لقوي عزيز اقرى بقى 67 الزمر 67 وما قدر الله حق قدره ايوه جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون خدت بالك هنا قال ايه وهنا قال ايه وفي الاخر قال ايه يعني مثلا مثلا يعني لو جات الاية 67 حاشا لله يعني في البداية لا في ترتيب الهي اقرى كده تاني بقى معلش انا عارف ان انا بتعبك والله اقرى 91 لانهم قالوا حاجة لانهم فكروا في حاجة او عملوا حاجة او قالوا حاجة قد تبقى لك في البداية في 91 الانعام اول سورة في التلاتة اول اية في التلاتة في حين ان في الحج مثلا قال ما قدر الله حق قدره ان الله لقوي عزيز بس في 67 الزمر وما قدر الله حق قدره والكلام بقى عن يوم الايامة بقى والارض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما اشركوا ولا يشركون يشركون فالشرك ملاحق ملاحق صاحبه الى يوم الدين وعشان كده بص عشان انت بس قلت ناخد وكده انا كنت عايز اديك بس لمحة الاول التلات ايات دول لازم تاخد معاهم تلات ايات تانيين نعم 48 النساء 116 النساء 12 غافر اللي هو ايه في كلمة في كلمة اكتب كده يشرق به او ان لان التانية ان يشرق به هتلاقي ان الله لا يغفره ان يشرق به ايتين والتالتة ذلكم بانه اذا دعي الله وحده كفرتم وان يشرك به تؤمنوا ادي حال الناس دلوقتي نعم الله لوحده لا طب والبخاري ومسلم اه اوكي ناخد الايات نصر غافر كده نعم وهذا الموضوع وهذا الموضوع انا بقولك ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ليه بقى شوف خدت بالك من 67 الزمر سبحانه وتعالى عما يشركون نحن بنتكلم في يوم القيامة نعم فالشرك لا يغفره الله ويظل ملازما صاحبي حتى يوم الدين يبقى ناخد الثلاث ايات وما قدر الله او ما قدر الله واخد معاهم الثلاث ايات الشرك هقول تاني علشان ايه نكتبهم ونشتغل حاجة حاجة بقى احنا قلنا الاول ايه 91 الانعام 74 الحج 67 الزمر ده ما قدر الله حق قدره وناخد معاهم 48 النساء 116 النساء ان الله لا يغفروا ان يشرك به وناخد معاهم 12 غافر ذلكم بانه اذا دعي الله وحده كفرتم وان يشرك به تؤمنوا الدول 3 و 3 6 ايات المفروض النهاردة نعملهم صلاة العشاء صلاة الليل صلاة الفجر يعني ما نمشي غير لان لان احنا احنا يعني عايشين ازاي في الدنيا وجنبنا الحديث والسيرة وقدامنا ومهاجمة واشتيمة وسبه وقصفه ازاي ازاي حتفضل الامور كده عند المسلمين لازم المسلم يحصن نفسه بكتاب الله يحصن نفسه بآيات الله يفهمها يتدبرها يعني ملخوزة بس ان ربنا بيقول في سبعة وستين الزمر وما قدر الله حق قدر والارض جميعا قبته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون من الآن الى يوم القيامة المشرك مش الشرك ملازمه ومصحبه ولذلك ان الله لا يغفر ان يشرك به اي شيء هقول لك على حاجة بديعة في الآيات دي ان الله لا يغفره ان يشرك به هل هذه الآية تمنع المشرك بالعودة الى الايمان الحق لا تمنعه لا طبعا طبعا تاب وآمن ما بقاش مشرك أصلا ما بقاش في عدات الآية أصلا عشان في مرة واحد كان بيشرح ان الله لا يغفره ان يشرك به يعني ايه يعني المشرك خلاص افلت عليه لا لا هو ساعة يقول اشهد ان لا اله الا الله امنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت امن الرسول بما انزل ايا من ربي والمؤمنون كل امن بالله وملائكته وكتبه ورسله يعني شهد ان لا اله الا الله وامن ان محمد رسول الله خد بالك عشان في نقطة هنا خطيرة في حكاية اشهد ان محمد رسول الله دي هنبقى نتكلم فيها في حلقة الوحدها يعني اشهد ان لا اله الا الله وامنت بالله وملائكته وكتبه ورسوله خلاص ما بقاش بشرك عشان يندرك تحت الآية انت عارف هقولك على حاجة على مفاجأة انت عارف اذا واحد في عقيدة هؤلاء هدانا الله وإياهم في عقيدتهم ان الذي يسب الاله الحق يستتاب وان الذي يسب رسول الله يقتل حتى لو تاب اي رأيك